لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات فيها الأمان سافرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزاء المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزة قصة حكاها لنا القرآن في الجزء السادس والعشرين قصة الجن ما هي هذه القصة وما هو المغزة منها سنتعرف عليه اليوم بإذن الله عز وجل في سنايا هذه الحلقة سنين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش للإسلام ولكنهم حاربوه وآذوه وفعلوا به الأفاعيل صلوات ربي وسلامه عليه في يوم من الأيام قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف لعله يجب من يستجيب لدعوته صلوات ربي وسلامه عليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى أتى كبارهم ودعاهم إلى الدين ودعاهم إلى الإسلام وإلى توحيد رب العالمين ولكنهم قابلوا هذه الدعوة بالسخرية والاستهزاء وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا صفهاهم وصبيانهم أن يقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأن يلحقوا به الأذى وفعلوا ما أمروا به فبدأ هؤلاء الصفهاء وهؤلاء الصبيان يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويرمونه فداه أبي وأمي هرب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعا من الطائف فما أفاق صلوات ربي وسلامه عليه إلا في قرن الثعالب وفي تلك الليلة وقف النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بين يدي ربه يناجي الله سبحانه وتعالى يركع ويسجد لله ويتلو القرآن وأكرمه الله عز وجل بكرامة أن حضر هذا القيام وهذا الموقف جمع من الجن استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وذهبوا إلى قومهم دعاة لربهم سبحانه وتعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ قَالُوا يَا قِيْقِمْ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الآن جاء وقت الوقوف على المغزى والمقصد من هذه القصة قصة الجن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء إثبات حقيقة الجن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين وأرسل رحمة للعالمين وأن الجن هؤلاء مأمرون بعبادة الله عز وجل كما أمرنا قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ واستجابوا حينما سمعوا كلام الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذا الوادي فإن كان قبل ما يجي هذا الوادي كان في الطائف يدعوهم ولكن طردوه فولى النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا فأغمي عليه لما رموه بحجرة فأفاق في هذا الوادي فلما أفاق قام في توضى وصل تخيل الوادي كده النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدأ فقال الله عز وجل وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى جوه ما في مكان طلعوا فوق بعض طلعوا فوق بعض تأثر الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فما بال الإنسان الله سبحان الله قول الله عز وجل عندما قال في سورة الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به آمنوا ببعشرة قالوا آمنا به سرعة استجابة وإيضا قوة تأثير القرآن شوف كيف أثر فيهم القرآن من أول مرة يسمعونه سمعوا القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا استمعوا بكل بكليتهم بكل مشاعرهم بكل أحاسيسهم أثر فيهم القرآن تأثير عجيب حتى أنهم آمنوا مباشرة ولم يكتفوا بالإيمان فقط ذهبوا الدعاء إلى قومهم طيب هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في حركته للدعوة كيف نستفيد منه في واقعنا الآن؟ لا يا أخي لمن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحارف في مكة ثم يخرج إلى الطائف ويدعوهم وهذا يدل على إصرار النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيقه للهدف في تبليغه لدين الله عز وجل ونأخذ من هذا الإصرار والعزيمة على المبادئ وفي تبليغ الرسالة وحتما ساعة اليوم اللي ينصرك الله عز وجل ويوفقك الله سبحانه وتعالى لتحقيق أهدافك برضه من المغازي السفر في الدعوة إلى الله عز وجل يعني الإنسان لا يعني يعني يكتفي بمكانه الذي يعيش فيه بل يسافر الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذب فالحين ما شاء الله على الوسائل التواصل هذه والتكنولوجيا موجودة تخلي مقاطعك تصل إلى تجعلك تسافر في كل مكان إذا ترجمت بالإنجليزي تسافر إلى إنجلترا وإلى أمريكا وأستراليا وإذا ترجمت هذا أسوى يقولون اجعل حياتك انتهى الداعية بين قم وكم قم فأنذر وقم الليلة إلا قليلا تدعو إلى الله عز وجل هناك آية تدل على ذلك الله عز وجل يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إيش قال بعدها وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آيات في هذا الجزء أكررها بستخدام